مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا ولقاء يتجدد دائما مع زينة بطعم البيوت النهاردة الثلاث واحد وعشرين منزل قاعدة للعام الهجري عام الف ربعمية تلاتة واربعين هجريا واحد وعشرين يونيو عشرين اتنين وعشرين فقراتنا متميزة مختلفة إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم في البداية طبعا برحب زملتي العزيزة عبير أهلا بيك يا عبير أهلا بيك يا حنان برحب بيك وبرحب بكل مشاهدين على مدار ساعة ونص إن شاء الله مجموعة متنوعة من الفقرات من خلال زينة بطعم البيوت خلونا كمان نرحب بمترجمة الإشارة أستاذ بسانت سيد اللي هتكون متواجدة معنا لترجمة للغة الإشارة تعالوا نشوف كده مع حنان أولى فقراتنا هتكون عن إيه أولى فقراتنا يا عبير ومع كل أستاذ المشاهدين بنتكلم فيها الحقيقة عن الإنجازات التي تحققت في السبع أو في الثماني سنوات الماضية يعني على مدار سبع سنوات ماضية شفنا الكثير والكثير من الإنجازات من المشاريع القومية اللي بالفعل تحققت على أرض الواقع ما بين تطوير في شبكة الطرق والكباري تطوير في مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات يعني يمكن محتاجين ساعات وساعات لكن اسمحوا لنا نلقي الضوء النهاردة بشكل سريع على المدن الزكية أو على مدن الجيل الرابع تم إنشاء حوالي 15 مدينة من المدن الزكية وفي طريقنا لإنشاء المزيد والمزيد بإذن الله من المدن الزكية طبعا هذه المدن لها أهداف كثيرة استيعاب الكثفات السكانية تم إنشاءها ببنية أساسية وخدمات مجتمعية رائعة جدا النهاردة هنتعرف على المدن الزكية أو مدن الجيل الرابع خصائص هذه المدن إيه الأهداف من إنشاءها بهذا المستوى يعني على أعلى مستوى من التقدم والتكنولوجيا اللي بتضاهي بالفعل المدن العالمية فقرة مهمة بتمنى حضراتكم تتابعوها معنا ومدن الجيل الرابع والمدن الزكية تمام طيب أنا عندي موضوع يعني أعتقد أنه شديد الأهمية إن لم يكن هو الحدث الأهم في المرحلة القادمة وهو الحوار الوطني اللي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي كلنا الحقيقة منتظرين هذا الحوار اللي بيهدف في الأساس طبعا لمناقشة العديد من القضايا اللي بتهم المجتمع المصري وإيجاد حلول أو طرح حلول لهذه القضايا طبعا المناقشات والحوار بيبقى شيء مهم ومفيد وصحي جدا يمكن النهاردة من خلال فقرة الحوارية حركز أكتر على الجزء الخاص بالمرأة المصرية باعتبارها يعني النصف المجتمع وهي الأساس في تربية النصف الآخر هنشوف إلى أي مدى هيكون مشاركة المرأة من خلال هذا الحوار الوطني وإلى أي مدى كمان الموضوعات اللي هتطرح هتكون موضوعات مهمة ومفيدة للمرأة المصرية خليكم معنا وتابعونا وإن شاء الله تكون فقرة مسمرة بالتأكيد موضوع الحوار الوطني ده يا عبير موضوع مهم جدا حتى اللي مش هيشارك يعني بشكل إيجابي أو بشكل فعال مهم جدا أن احنا نتابع نتابع الحوار الوطني والمشاركين في هذا الحوار وأهم القرارات اللي هيتم اتخاذها بإذن الله في المستقبل لأن بنقول يا عبير الثقافة والتوعية في هذه المرحلة مهمة جدا لكل مواطن مصري معنا كمان موضوع جميل جدا هو موضوع يعني اجتماعي إنساني بالتأكيد كلنا حفظين يوم مهم جدا في حياتنا هو يوم 21 مارس ويوم عيد الأم اللي بنواجه فيه التحية والحب وكل التقدير لكل أم مصرية النهاردة وإحنا في شهر يونيو ويوم 21 يونيو بنقول عيد الأب الحقيقة في شهر يونيو عدد كبير جدا من الدول بيحتفلوا بعيد الأب ولكن في مصر تحديدا بنحتفل به يوم 21 يونيو الأب هو الأمان هو السند هو الحنان هو العطاء بدون مقابل الأب ليه دور كبير جدا فيه التربية وفيه التوجيه الأب لما بيكون نموذج بيكون قدوة لأولاده بالتأكيد أولاده حيتربوا التربية السليمة والتنشأة الصحيحة دور الأب مش من الجانب المادي فقط ولكن الأب ليه دور مهم جدا فيه تنشأة الأسرة التنشأة السليمة والسوية كل سنة وكل أب بخير النهاردة هنلقي الضوء على عيد الأب ونقول للأب دايما تكون نموذج وتكون قدوة جميلة لكل أفراد أسرتك بتي فرصة طبعا نحن فعلا نقدم التحية لكل أباء يعني كل أباءنا وكمان نترحم على كل أباءنا اللي يرحلوا اللي بيفقد أبوه بيفقد فعلا الظهر والسند زي ما بنقول ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويدي الصحة لكل العايشين طبعا كان عادة كل يوم عندنا فقرة المطبخ والنهاردة منورانا الشاف عبير إناوي تعالوا نشوف هتعمل لنا أي نهاردة زي كشف؟ زي حضرتك هتعمل لنا أي نهاردة؟ النهاردة هقدم لكم كده بالمناسبة الصيف يعني والأيام اللي احنا فيها دي الحر معانا مهلا بيت السحلب ومعانا الفراخ بالسبانخ والبلوت شيز ومعانا صلطة خفيفة كده بالحمص والخضار حلوة قوي تسلم إيدك حنتبعك إن شاء الله تولي الفقرة حنتبع شاف عبير توال الحلقة إن شاء الله أنا وحنان بس دلوتي هناخد فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نبدأ أولى فقراتنا خليكم معنا مشاهدينا زينا بطعم البيوت نحن الكرام بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا مع زينا وبالتأكيد في الفترة الأخيرة وإحنا بنراحز إن مصر بتسعى إلى التحول الرقمي في كافة المجالات التحول الرقمي في المجالات الصناعية في التعاملات مع البنوك في كل المجالات الحقيقة النهاردة اسمحوا لنا بنلقي الضوء على جانب مهم جدا وهو جانب إنشاء المدن الزكية أو مدن الجيل الرابع زي مثلا على سبيل المثال العاصمة الإدارية مدينة الجلالة مدينة العالمين الجديدة يعني كثير من المدن تم إنشاءها ببنية أساسية تحتية سليمة وقوية ولها طبعا الكثير والكثير من الأهداف النهاردة حنتعرف عن على مدن الجيل الرابع السمات الأساسية لهذه المدن خصائصها إيه الهدف من إنشاءها إيه وكثير من التفاصيل عن المدن الزكية أو مدن الجيل الرابع في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود الأستاذ الدكتور تامر عبد الرحمن أستاذ هندسة الاتصالات والإلكترونيات أهلا بحضرك معنا يا دكتور شرفتنا ونورتنا اسمح لنا يا دكتور في البداية بنقول المصر يعني حريصة وبتسعى دائما وتتواكب مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة وبتسعى دائما إلى التحول الرقمي في كافة المجالات اسمح لنا النهاردة نلقي الضوء على مدن الجيل الرابع أو المدن الزكية أولا هو المساومة يعني يمكن مختلف ولكن نفس السمات الأساسية أو نفس خصائص المدن طبيعي هي كلمة الهدف بس الأول أو ايه تعريف المدن الزكية أو احنا بنقول عليها المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع الهدف بس إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مناح الحياة عموما في تعامل الإنسان مع عموان في جميع المناحة اللي بيتعامل فيها زي الطرق زي البنوك زي المباني بتاعته حتى وقعت في بتاعه بحيث في الآخر أسهل عليه مناح الحياة وإن أنا في الآخر أقدي له النوع من أنواع الرفاهية وفي نفس وقت بحاول في الآخر أن أنا أوفر وقت علي أوفر وقت على المواطن أوفر وقت على الدولة أبدأ نوع من أنواع التطور وأعمل تنمية في مختلف مجالات تنمية مجتمعية تنمية ثقافية تنمية اقتصادية والهدف في الآخر هو النمو الدولة بتاعتي إلى أبعد المستوى ده شرح منبسط قوي يعني إيه مدن زكاية أو يعني إيه مدن جيل رابع الجيل الرابع يعني زي ما قلنا كده أنا بحاول في الآخر أوصل لمرحلة جيدة جداً وأبني بنية تحتية عالية جداً في حسنة في الآخر حتى مع التطور التكنولوجي بعند البناء السنين ممكن عشرين تلتين سنة أقدر أدخل مدخلات جيدة في المدن دي غير المدن الموجودة أو الترادشن المدن الجيل الثاني أو الجيل الثالث اللي كان موجود قبل كده تمام ده كتعريف عام كتعريف عام وسريع وبالتأكيد بيكون لها أهداف مختلفة يا دكتور هي استيعاب كثفات سبكانية طبيعاً بالتأكيد عواصم بعض المحافظات أصبحت متكدسة بالكثفات السبكانية وبالازدياد إعداد السبكان فهنا بتأتي هذه المدن لتستوعب كثفات سبكانية بتخلق جو من التنمية من الاستثمار العقاري الاستثمار في كافة المجالات يعني بالتأكيد إنشاء هذه المدن لها أهداف مختلفة المدن يعني في تخطيط المدن أو ما تعمل تخطيط المدن دي اتخذت نركطيط على مساحات عالية أو مساحات إن أنا أفرد المدينة بتاعتها أفقي مش رأسي أيوه بحيث ودائماً برضو كتطريس بالنسبة للمدينة ما يبقاش مثلاً حواليها يعمل فيها كبحر أو أو صح أو مثلاً جبال بحيث تعمل لي التوصع الأفقي دا ما يبقاش لي أقدر أوسع فيه زمنها ما يبقاش لي حدود معينة أقدر إنه أقدر أو مدر المدن دي زي مثال إذا شمتنا كده العاصمة الأدارية إنه ممكن مع الوقت ممكن نوصل كده للعين السخنة ونقرب منها أكتر بكتر برضو نفس الجلالة في الجلالة أعمل بعض المنتجع السياحي مع جوز خاص بالجامعات الموجودة الجامعات العالمية بتضاهي الجامعات العالمية جامعة الجلالة في جامعة ملك سمان في سينة وهكذا برضو فيه في مدن القناة مدن اسماعيلية الجديدة مدن بتسعى في الآخر إنها تبقى بالنسبة لي تتسعى لكاسفات أكبر شوارعها معمولة مخططة بتخطيط أعلى مش شارع داية بعد كده لا أنا أعمل حسابي إن الشارع دا يبقى ياخد كسبات مرية من البداية التأسيس وإسمح لي حراج أعتقد يا دكتور إن بيتم إنشاءها بعيدا عن نهر النيل عشان نبعد شوية عن النيل وعن التكدس حول الوادي وتبعد برضو عن الأراضي الزراعية عشان ما يكونش فيه فرصة التطريص اللي حوالي المدينة ما بقاش فيها حدود أو تحديد لمساعة المدينة أقدر توسع فيها زي ما أنا عاوز دا حتى المدينة نفسها هو زي ما احنا قلنا لو هنتكلم مثلا كطرق هو بيجاهز انفراستركشور إن أنا في الآخر أتحكم في المرور أتحكم في الكسفات المرورية الموجودة من مركز واحد بقاش أنا عاوز أقلم معنا صح التدخل الإنساني وتدخل البشري في العملية دي وفي الآخر دا نوع من أنواع الزكاء حتى الكلام دا أبحاث موجود من 20 سنة أو 30 سنة صحيح إن أنا إزاي أن أطور الطرق بتاعتي إزاي رائبها عن طريق الكاميرات إزاي أنا أدخل فيها أنواع يعني يبقى عندي حتى في الطريق إنترنت بالنسبة لي موجود شبكات إنترنت وانا ماشي ممكن أخد أكسس بوينت أو واي فاي كل دا مجهز مجهز جميع الطرق مجهز بحاجة اسمها منقول عليها الكابلات الألياف الضوية أو الأوبتيكال فايبر كويس آوية يعني تم إنشاء هذه المدن على أحدث الأسليب العلمية الحديثة والتطور التكنولوجيا وحتى هو بيبص وهو بيجي يعمل الانفراستراكشل أو البنية التحدية بيبعمل حسابه أن أنا مش اللي موجود دلوقتي نعطبه لا أنا ممكن لما عندي توقع كمان 20 سنة ممكن الأجهزة معها تتطور صحيح يعني جهاز الكوبيتر دلوقتي أو جهاز الموبايل دلوقتي غير مثلا كمان 10-15 سنة صحيح في الأبحاث على التصالات نحن نتحدث في الجيل السادس والجيل السابعة أنا أطور كفاءة الاتصالات أطور كفاءة الانترنت الموجودة عنه فأوريدي أنا بعمل حسابي أن حتى الانفراستراكشل يقدر يتسع تطور التكنولوجيا الموجود قدام تمام طيب دكتور تامر بيتم إطلاق كلمة مدن مليونية على مثل هذه المدن الجديدة يعني لماذا هذه الكلمة تحديدا هل كل مدينة مليون واحد مثلا ولا لا تقدر تسعى يعني العاصمة الإقدارية مجهزة أنها تتسعى لستة لسبع مليون شخص كمرحلة في الأول وده ما اعتبار أنه ممكن أن يكون عندي التسعات موجودة وفي نفس الوقت أقدر أتعام مع الكمل أو العادة السكان ده بالتكنولوجيا أفضل بوسائل اتصال أفضل بوسائل تأمين أفضل تمام مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وده موجود حتى لو هنتكلم برضو في البيوت مثلا لو نحن نتكلم في بنامج خاص بالمرأة اي أنا كبيت عادي جدا مجهز أصلا أنه يبقى عندي مثلا تأمين ضد الصريخات ضد اقترحام الشواء صحيح ده مجهز صحيح ومجهز مثلا ضد مثلا أن أنا أعمل سنس أو مثلا أكتشف لو في حالة مثلا حاصة في المطبخ حاصة في الحاجة برضو في حسات موجودة أو بيبقى فيه تنبيه على طول أي بداية لقدر الله حريقة أو حاجة يتم السيطرة عليها يعني هو مجهز البناء للسائل الشقة كانت طبعا في أغلب الشواء أنك بيتامي مجهزة وبيتامي متشطبة وهو قريدي عامل الكلام ده بيبقى فيه أوبشن أنا ولا أعازه أحط ده يبقى حاجة ده أحطه يعمل أسلاكي يعمل بنية أساسية تحتية بحيث أن المواطن المواطن ما يسكن سواء بقى في شقة في أين كان يدرب عنده هو يدرب ممكن بقى يشتري أو يدور بقى على الجزء ده في تأمين ضد السرقات تأمين مثلا أو ضد الحرايق نفس الكلام ده يقوله ده من البيت والأطفال عندي صحيح وتأكيدا على كلام حضرتك يا دكتور أنه دلوقتي حتى أبسط الأمور الكاميرات اللي هي موجودة مثلا في عدد كبير من الشوارع الكاميرات اللي موجودة قدام كل عمارة قدام كل فيلا بتساعد بسرعة في كشف المجرمة والمتسبب في حدوث جريمة من الجرائم يعني ده دي أبسط الأمور اللي موجودة حاليا مش عارفين بقى في المستقبل أكيد حيكون فيه تكنولوجيا وفيه تقدم أكتر من كده المدينة القاهرة الأديمة أن كل مثلا واحد أو كل محل أو كل عمارة بتجهز كاميرا بتحط الكاميرا بتاعتها وأنا لو عاوز تسجيل معين حدث معين عند المكان ده بروح للجهاز اللي بيسجل الداتا أو الفيديو بروح مكانه بس ده هنا كل واحد عمل جزء الواحد لكن في المدينة لا أنا مجهز كل المباني دي متصلة هتوصل لها كاميرات وفي نفس الوقت الفيجن أو كنترول عندنا في مركز تحكم طبعا أني مش حاضر بقى والله ده حصلت حسة في الشرق ده أو حصلت حاجة معانا في المكان ده أو حصلت صرقة في المكان ده لا أنا مش حاضر بقى المكان ده وأدور يعني مثلا الشرطة أو النيابة تقول لك بقى أن تحفظ على جهاز التسجيل لا لا أنا وريدي متسجل عني يتم تفريغه وكده وريدي في متابعة كمان اسمح لي حضرتك ممكن يكون فيه خطوات استباقية لو فيه مجرم دخل المدينة مثلا أو أي حدث يعني أي أمر مشبوث ده بقى احنا بنسميه هنا الزكاية الاصطناعية في الكاميرات أو الارتيفشل انتليجن في الكاميرات العلم متطور جدا وكلام ده كان موجود أنا أتعرف على الوش أتعرف على ملامح الوجه حتى لو فيه بعض يعني فيه دعتي أبحاسي بتتطور رجلك إيه لو حتى لبس ماسك قادر أتعرف على وشه يا سبحان الله يعني عشان بسلا لو فيه كورونا دلوقتي يعني حتى العلم بتتطور يقولك طب كان وقتها يعني من سنين دلاتا طب الناس ممكن بفيه وباء زي ده طب حيلبس ماسك طب يفضل من المسك ده حيغير معاني موش الزهرة التكنولوجيا جيدة بحيس ان حتى مع المسك قادر أحدد الشخص مين ملامح الوضع مثلا من ملامح فيه حاجة اسمها بصمة الود فيه حاجة اسمها بصمة القزحية قادر أتوقع وأشوف وأعمل منترينج للشخص ده بحيس حتى لو دخل أي منشاء مثلا محطة أطر دخل بنك دخل دخل محطة توبيس دخل دخل مؤسسة دخل وزارة وارتكب أي مخالفة أو أي جريمة بيتم تعرفها مجرد من كمانات التعرف عليه خلاص أنا ببدأ حيظهر لي عندي انظار طبعا بيبع عندي داتا بيز أو عندي أرشيف لكل الناس لو عندي مثلا شخص مطلوب أيها فده برضو بيبع عندي وبقدر أتعرف عليه ده لو ممكن برضو أقدر أمنع أي نوم الأنواع العمليات اللي بقى كال إرهاب سرع صحيح 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 زي ما بقول حضرتك يعني الخطوات الاستباقية دي مهمة جدا دي مهمة جدا في منع حدوث أي جريمة أو منع ارتكاب أي مخالفة من المخالفات لأنه للأسف أوقات بتقع الجريمة وإحنا يعني نقول إيه لو كان في خطوات استباقية طبعا كل شيء بأمر الله كنا نقدر أن احنا نمنعها على النسبة طبعا طبعا ما فيش منع بنسبة 100% ولكن بقدر الإمكان صحيح اسمح لنا أن نلقي الدوق برضو على دور مثل هذه المدن الزكية ومدن الجيل الرابع في التنمية وفي جذب المزيد والمزيد من الاستثمارات يعني إحنا دلوقتي بنتكلم حتى وإحنا بنواجه الأزمة الحالية أو بنحاول يعني نوجد كل السبل لمواجهتها وإحنا نعديها فبنتكلم على استثمارات داخلية واستثمارات خارجية أيضا دور المدن الزكية دي في التنمية وفي جذب المزيد من الاستثمارات هي لها كذا تراك في التنمية أنا عندي تنمية مجتمعية أطور الشخص الإنسان المصري إن أنا أدي له نوع من أنواع الرفاهية نوع من أنواع أنه ما يتعبش ما يتعبش في أن يطلع أوراق بصعوبة لو راح أم أستاذ يطلع أوراق بسهولة بذات لو فيه نوع من أنواع التحاول الرقمي أو الداشة الترانسورميشن تمام وده موجود في المستشفات موجود في البنوك حتى موجود في الوزرات الجديدة الحالية بتنشأ إنشأت خلاص وخلصت في العاصمة الإدارية أي ده كتنمية مجتمعية تنمية ثقافية إن أنا بدي إنترنت سريع لكل الناس يقدر إنه هو أي معلومة يجيبها بسهولة صحيح يعمل دونلود أسرع وده هنا بنوع لي المعنوات الكبيرة أو بنوع ليها البجداد تطور بقى تنمية اقتصادية والله أنا مستثمر إذا ما جيهوا ما لقاش إمكانيات إنه هتساعدوا في استثماراته إنه يتواصل مع فروع الشركات بتاعته برها إنه يتواصل مع الناس حتى جوه الدولة صحيح وجولي دي أنواع من أنواع الاتصالات والعلم الاتصالات علمه مهم جدا هو علم اقتصادي قبل ما يكون علم إنه هو ممكن لو مرة كان كابل انترنت تتقطع الدولي عملت حصلت مشكلة في البرسات كانت مشكلة كبيرة صحيح صحيح في العالم كله الثانية بتفرق والمعلومة بتفرق إذا أنا ما جهستلوش الكلام ده هو مش حييك أي صحيح فأنا بعمل له نوع معنواع الجذب الجذب معناصر من الجذب صحيح عندي حي إداري وحي بيزنس موجود في المدينة دي كل مدينة جديدة عندي جزء خاص بالاقتصاد جزء خاص بالمعلومة إدارية مجهزة على أعلى مستوى صحيح مجهزة بالدخول الانترنت سريع بالألياف الضوئية كاميرات سيستي في أنواع خاصة بمقاومة الحرائق واكتشافها صحيح مجهزة لأننا عندي كل الفاسيليتز والإمكانيات كإنفراستراكشر إن أنت تنشئ شركتك تعال أعمل فرع عندي تنشئ استثمارك أعمل استثمارتك أعمل لك بعد كده في المواني بتاعتي تحاول رقمي تعمل بحيث تعمل اللوجستيكس على مستوى أعلى مستوى أسرع صحيح وده اللي كان بيتم من حوالي سنتين ثلاثة في أن الدولة تقول لك أنا في الآخر جزء الجمالي جزء التخلصات الجمولوجية في المواني بقى شباك واحد أنا ما بقاش المستورد ما بقاش المستثمر صحيح أني روح أنا بقدم أوراقي هو الدولة بتخلصت كل الأجراءات في تسهيل في الإجراءات صحيح في تسهيل في الإجراءات برضو اسمحي يا دكتور إذا ما لقاش المستثمر هذا الان كانت هو مش هيجي مش هيجي فأنا بجهزه لأول الأرضية بحيث يجي بإنفست وبعدما يجي إنفست يبدأ هيخلق لي فرص عمل أكتر صحيح عايزين برضو اسمحي نوضح كلمة الاستثمار كده بشكل سريع للمشاهد إنه لما بنقول استثمار داخلي أو خارجي بنقول توفير الألاف من فرص العمل بنقول تكوين أسر بنقول دفع درائب والدرائب بتعتبر مصدر هام جدا للدولة المصرية لإقامة مثل هذه المشاريع القومية فإحنا لما بنقول استثمار داخلي أو خارجي هي مش وجرة كلمة لا هذه الكلمة لها أبعاد ولها فوائد ولها جانب إيجابي مهم جدا على الدولة المصرية وهيرفلكت في الآخر علاقة بكل اللي حالك بتريد إن أنا في الآخر أنا عندي أهم حاجة في الآخر إن أنا أوفر فرص عمل للأجيال اللي بتطلع إن أنا عندي كل يوم في زيادة السكنية أو كل سنة بتزعم مليون ونص داخلها في 2 مليون نسمة بالتالي إذا أنا في الآخر المستثمر ده أنا عاوز أشغل الناس دي صحيح وعاوز يخلق فرص عمل جيدة وفي ناس دي تقول لك التكنولوجيا احتمال تقلل لفرص عمل ده كلام خاطئ كلام مش موجود بالعكس صحيح دي نقطة مهم أتزود فرص عمل هي بس كل حكاية فرص عمل اختلفت شوية كصفة من زمان عند الوقت كل طبيعة يعني من 100 سنة كان فيه فرص عمل غير الموجودة دلوقتي في واحد ممكن يشتغل في الصوفت وير أي صحيح صحيح في إنشاء الويب بيج على حسب ده فرصة هو ممكن يبقى عادة في البيت ما يبحرقش صحيح صحيح ويمكن دلوقتي وشوفنا كمان السنة اللي فاتت إن كليات القمة طبعا ما احترامنا لكليات الطب والهندسة ولكن دخلت اللي هي الكليات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة والكمبيوتر والحاجات دي كلها دخلت من ضمن كليات القمة لأن الشباب دلوقتي بدأ يبحث عن التكنولوجيا زي ما حرك أشرت أنه فيه تغيير فيه فرص العمل اللي هتكون متواجدة فيه الاستثمارات اللي بتواجه بالتحول الرقمي بعض الكليات الظاهرة مثلا زي الكمبيوتر ساينس والأخيرة دي ناس كتير بتروح تحب تبرمج تعمل صوفتوير سيميليشن بعض الدول اللي كبيرة متخصصة في الكلام ده صحيح يعني كلمهند كان الداخل في التراك ده من زمان قوي قابلينا بيعملوا انفستمينت واستثمار بيأخذوا بيأجنوا أرباح عالية جدا فيه ده وقت حتى يقول لك فيه عاجة اسمها بيزنس تكنولوجي يعني حتى إدارة الأعمال عن طريق استخدام التكنولوجي صحيح في طبيع دي أنا طالب بقى بيزنس أو خارج إدارة أعمال أو خارج تجارة يكون عنده قدرة على إدارة الأعمال بس بالتكنولوجيا الحديثة صحيح فإذا كان هو طالب بقى انه يشتغل بالغارة الألم وحسبات لا خلاص ده في بدائل في برامج في صوفت وير يقدر أنه يريفلكت علي حتى معركة دي يصرع يصرع المنتج بتاعه لأن الحياة بتاعتنا سريعة سريعة دلوقتي والتقدم بقى أسرع مما نتصور الأستاذ الدكتور تامير عبد الرحمن بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء القيم وإن شاء الله بالتأكيد هيكل لنا لقاءات قادمة لأن زي ما بنقول التقدم والتطور التكنولوجي سريع جدا عايزين نحاول بقدر إمكان نواكب هذا التقدم شرفتنا ونوارتنا لفند شكرا جزي